بالدار البيضاء جرى توقيع على اتفاقية شركة بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والصندوق الوطني لضمان الاجتماعي من أجل إنشاء خدمة وساطة جديدة وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين من أجل إنشاء هذه الخدمة التي أطلق عليها اسم كوريدور سيجوام سينيساس ترم هذه الشراكة تسريع معالجة ملفات المقاولات الأعضاء في الاتحاد كما أن المبادرة تندرج في إطار برنامج ولاية الرئاسة الحالية للاتحاد والتي تنص على إنشاء خدمات جديدة ذات قيمة مضافة عالية لفائدة الأعضاء كما أن الاتحاد والصندوق سيعملان في إطار هذه الشراكة جنبا إلى جنب من أجل صياغة مقترحات لدمج القطاع غير المهيكل ومحاربة المنافسة غير المشروعة لقد جاءت هذه الاتفاقية بالفعل من أجل ترصيخ تعاون وثق مع الاتحاد وهي تندرج في إطار مخطط استراتيجي لتطوير الصندوق الذي يهدف إلى تعزيز سياسة القرب وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمقاولات المنخرطة ومن خلال هذه الاتفاقية سيتم إنشاء ممر الاتحاد العام لمقاولات المغرب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والذي سيسمح للمشغلين الذين لديهم مشاكل من أجل حلها على مستوى الصندوق وليكونوا قادرين على التعبير عنها وحلها مع الممثلين الجهويين ومع ممثلين الاتحاد كما أن هذه الخدمة تهدف إلى محاربة القطاع غير المهيكل والدفع بعجلة التغطية الاجتماعية وتسوية جميع الخلافات القائمة مع الشركات وترم خدمة كوريدور سيجوام سينيسس مواكبة أصحاب المقاولات من جميع جهات المملكة في معالجة ملفات صندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بهم عبر تزويدهم بالمساعدات اللازمة لضمان تواصل سلس وناجع وبالمناسبة تم تشكيل لجنة دائمة من قبل المؤسستين لتتبع وتقييم تقدم المشاريع المدرجة في خارطة طريق المشاركة بينهما ترجمة نانسي قنقر